بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون بسم الله الرحمن الرحيم وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه ما قصة هذا النبي العظيم عليه السلام قصة هذا النبي أن الله سبحانه وتعالى بعثه إلى مئة ألف نأويزيدون ولم يؤمن به طيلة ثلاثة وثلاثين عاما وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بفنون الدعوات مبلغا مبشرا منذرا إلا شخصين صور إنسان طيلة ثلاثة وثلاثين عام من العناء ومن الدعوة ليلا ونهارا سرا وجهارا لا يؤمن له إلا شخصهم كما ورج في بعض الروايات عالم يسمى نوبال وعابد يسمى تمليخا فاستشار من آمن به استشار العالم نوبال في أن يدعو على قومه فقال له العالم لا تتعجل يا نبي الله في الدعوة على قومك ولكن العابد تمليخا أشار عليه بأن يدعو على قومه وقال له بأنك قد أعطيت كل جهدك ما قصرت قمت بالواقب وزيادة ادعو على قومك النبي يونس عليه السلام مال إلى رأي العابد تمليخا فدعا على قومه وهنا إشارة جدا مهمة أهمية الأخذ برأي العالم المتخصص خصوصا إذا كان من أهل التقوى ومن أهل الإيمان ولذلك ورد في الرواية عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد العابد عبادته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أما العالم لا العالم آراؤه هام جدا في علاقة الإنسان بالإنسان في علاقة الإنسان بالكون في علاقة الإنسان بالطبيعة في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى خصوصا إذا كان هذا العلماء من العلماء المتخصصين ومن أهل التقوى والإيمان قلاصة القول أن النبي يونس عليه السلام مال مع الرأي الثاني مع رأي العابد تمليخا ودعى على قومه وهنا ليس الإشكال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ليس هنا الإشكال الإشكال في أن هناك قاعدة وسنة إلهية يمكن معرفتها من خلال الاستقراء التام والمطلق لكل قصص الأنبياء في أن أي نبي من الأنبياء وأي رسول من الرسول دعا قومه واستنفذ جهده وجاءه إلى أمر الإله أو لإذن الإله بالدعاء على قومه بالفناء لا يجوز له كقاعدة وسنة إلهية ربانية أن يخرج من بين ظهران قومه قبل أن يأذن الله سبحانه له بذلك ويأمره بالخروج النبي يونس لم يعصي أمر الله ولم يذنب ولم يخطئ لكنه ترك الأولى في أنه لم يأخذ بهذه السنة وبهذا الأدب الإلهي وخرج قبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى له ولذلك امتحنه الله بأن وضعه في بطن الحوت والقصة التيكم معروفة وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرة بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ترجمة نانسي قنقر